موسيقى لما صارت عندي الارقام واذا بالرجل كذاب من هو رشاد خليفة يكذب يكذب ولا يخطئ ما هو انت بتقدر تميز مين بيكذب ومين بيخطئ بتقدر تميز تعرف انه هو بيكذب وبيحرف ولا فمثلا لم يخطئ ولا في حرف من الحروف اللي ممكن يجيبها عن طريق سلسبيل وغيره ولكمبيوتر ما اخطأش الطاع اعطاها زي ما هي الطاع اعطاها زي ما هي السين زي ما هي هدول لانه ليش لانه بعرف انه اي واحد بقدر يشتغل من وراه ويطولهن بيبين الكن وين صار وين كل كل كذبه الالف بالذات الالف بالذات لان هاي الها اسكال والوان وفيش كمبيوتر يحسبها و الكمبيوتر لازم تكتبلو اياها حتى يحسبها فصار واضح انه بيكذب ولذلك فيما بعد كتبت كتاب وبيانت وين بيكذب هون 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 العدد كذا العدد كذا العدد كذا العدد كذا وكل هنوين في الألف غالبا وشوية في اللام وشوية في الميم كيف موسم بيكذب على القرآن ومشان تطلع للناس ببحث وتقولوا القرآن وتكذب كمان وكذب كثير يعني مش شوية يعني فيه شي صح طبعا وإذا به ابتيجي الأخبار إنه هذا الرجل يدعي أنه رسول الله وقبل ما يدعي أنه رسول الله أنكر السنة قال القرآن بكفينا هاي واحد هاي بدايات ما هندي لبلكم هذول اللي بيكون لك سنة لا اعرف هذه بداية إيش لما بعده هذه بداية لما بعده أنكر السنة طيب وبدأ يعطي فتاوى ثم وإذا به بيقول أنا رسول أنت رسول شو دليلك قال صار تجيب قضايا التسعتاش إنه دليل إنه هو رسول إنه قديش وردت كلمة رشاد وإسمه رشاد في الكرآن الكريم من هذا القبيل إذا به رسول هل كنت صار تراكبي لش إنه بيكذب أنا استغربت مسلم وبيكذب فصار معروف هذا لا هذا كان يقني وإذا به الرجل يصبح صاحب ملايين بعد موظف موظف صار صاحب ملايين مين وراء مين وراء فهمتوا في جماعات كثيرة معنية تكون وراء مش هني خربش في الدين أنا شخصيا لما عرفت إنه كذب بديت أكتب كتاب في الموضوع وبعثت له قلت له يا رسول الله ها بدليلك وبعثت لي شو عندك شوفه كذبه مع إنه بقول أنا رسول لغير العرب والعرب لا يؤمنوا فيه بمجرد ما بعث له بعث لي كل شي طيب على حساب ما انت بتقول العرب بيؤمنوش وانا عربي العرب بيؤمنوش هو بقول لي العرب بيؤمنوش أنا بس للعجال إلى غير العرب قال وإذا كنت عربي وآمنت معنى تكنها إمك مش عربية المهم ها قلنا له يا رسول الله هات شو عندك بعث لي كله كل ما هو عنده حطيتهم تحت الدراسة وطبعا بيان لي إنه هالكذاب ويعني حتى بقدر كذبه على قضية مرض نفسي في أمراض نفسية بكون أشخاص وراها بصيروا أباقرة بكونوا مرض نفسي كان في معاه مقابلة جريدي اسمها البشير من خلال مقابلة بتدرك إنه الزلمي مدرك إنه بيكذب بس كأنه بقول كأنه بقول خلي هالتنابل اللي بتتبعني تتبعني وهيني رسول الله وطالما في ناس بتمسحوا فيه وبيجبولي مصاري ليش لا أما هو من بيء من بيء من داخله لأنه في بعض الأسئلة في مقابلة معاه في مجلة اسمها البشير صار يضحك لما قالوا له قال له والله مبين عليك أنت ما أنت مصدق باللي بتقوله ضحك وسمح له رسول الميثاق طيب بعت لي درست كله وطلعت في كتاب سنة 1990 كان اسمه أولا عجيبة التسعة عشر بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين ثم اتطور فيما بعد لإعجاز العدد تسعة عشر إلى آخره بيانت فيه حقيقة الرجل حقيقة الرجل وأخطاؤه والتفاصيل هاي وقلت لحظة لكن من خلال دراسة بحثه ودققه معاي وإذا فيه أمور اللي هو صحيحة مش قادر يفهمها ما هو فيه أشياء وجدها صح يعني موجود بس هو مش قادر يروح وين بتروح هاي ولأنه كذاب ولأنه مش صادق بنى من عنده الباقي بنى من عنده الباقي مش عارك لكن إحنا ما بصيرش إنه إذا كان هو ضال وإحنا لاحظنا إشارات معينة إشارات معينة بسكنا الإشارات بسكنا الإشارات هاي تركنا الزلمة خلص الزلمة هاي واحدين ثلاثة أربعة وهي كذاب بس هاي فيه واحدين ثلاثة انتبعتوا حلقة الوصل الآن حلقة الوصل مشان إيش كانت بهائية فتنة أجاهو وصل بالقرآن كذاب وكان الرسول خلصنا منه الآن وإذا بالقرآن يتجلالنا بالصح اللي هو بنا يكون مدخل لإيش ليستيقن الذينته ويزداد إلى آخره طيب الآن لحظوا كتبت وقتها أذكر المقدمة لأنه غالبا الواحد بعد ما يعد البحث بكتب المقدمة وبكتب بعدين الخاتمة بصير عنده صورة عن الموضوع منيحة بكتب المقدمة وبعدين بكتب الخاتمة كتبت المقدمة وتأخرت عن الخاتمة فالطيب قتل كتب كان لازال حي بس ما كنتش مكمل إيش الكتاب بعدين مش كاتب الخاتمة فحطينا الرجل وين في الخاتمة خاتمة الكتاب ومن يومها كانت البحوث سني وكفر وقال أنا رسول الله كمان كفر الزيادة ولكن عمل وصلة مع إيش وكان هو طريق استكشاف هذه المسألة في القرآن الكريم تبعتوا العجب العجب إنه كيف حصل هذا كيف حصل هذا طب والآن كيف بده يكون يقين لأهل الكتاب وما يعودش في ريبة هذه إن شاء الله نكمل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم اشتركوا في القناة